لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله القضاع على البصور وحب الشباب ازالة الهلاء السوداء ازالة الخلايا الميتة للبشرة توحيد لون البشرة لبان الدكر او الكندر او اللبان المر او حص اللبان لفوائد صحية جميلة جدا لعلاج مشاكل البشرة منها الخطوط البيضاء او السوداء ازالة النمش ازالة الكلف ازالة الرؤوس السوداء او لبان الدكر او حص اللبان زي ما حضركم شايفين ده حصة الليبان وبرضو هاوريكم في الفيديو الفرق بين ما بين الصمغ العربي ان في ناس تفتكر الصمغ العربي ان ده هو لبان الدقر او لبان المر وبرضو في الطعم والريحة بتاعته فرق بين الصمغ العربي هيبقى لونه شفاف زي كده بعد ما سبت 12 ساعة هيبقى لونه شفاف زي كده انما لبان الحصة او لبان الدقر او الكندر هيبقى شكله زي مثل الحليب وليه ريحة انما ده لا ليه ضعم ولا ريحة انما ده ليه ضعم مر تابعوا معنا الفيديو للاخر ده بما نبدأ وصفتنا هب اوريكم لبان الكندر او لبان حصا لبان او لبان المر او لبان الدقر انما ده اللي هو الصمغ العربي هو فرق بين اتنين ده ده الصمغ العربي عامل زي الزجاج او البلور وده لبان الكندر وبردو قاريكم شكل لبان الكندر والصمغ العربي بعد الزي وبان في الماء هنحط في الكوب السادة ده هنحط في لبان عربي او صمغ عربي وطبعا كل ده هناخد مالقة صغيرة من لبان الدقر هنضيف عليهم ماء دافئ هنزولهم معربة صغيرة عشان ده هنستأخد موصفتين ده برضو كنزوله هنسيبهم من خمس ساعات هنسيبهم من خمس ساعات لاثناشر ساعة طبعا القوب المق ده ابو ويدن حاط في لبان زكر انما ده الكوب الثاني السادة حاط في صمغ عربي بعد كده هجيب البلاستيك بتاع التغليف بتاع الاطعمة هغطي اتنين حتى ملاحظين شكل بلوري عمز الكريستال في الصمغ العربي انما البان الزكر طبعا شايفين عاطي لون مختلف خالص عن التاني ودق تانها غطي حيث ما فيش اي تراب ينزل فيه ولا اي حاجة ونسيبهم من خمس ساعات لاثناشر ساعة وهرجع لكم تاني ابو ويدن ده الكندر او البان الزكر والسادة ده في الصمغ العربي بعد ما سيبت ماثناشر ساعة رجعت لكم تاني هنشيل الغطة بتاع الكوبايات هنشيل الصمغ العربي هذا الصمغ العربي برضو هجلب اديدك الصمغ العربي دونه نسيب الماء العادية هنجلب البان الزكر او البان كندرة او البان الزكر او البان الزكر هنجلب البان الزكر او البان الزكر اولبان اسلا系 اقدر بالمصفة عندما للتاني مفهش اي رواسب غير حاجة بسيطة خالص الطريقة الاولى طريقة الاستخدام هاعمل حمام بخار وغطي راسي حمام البخار ده بيكون يما بنعناع يما يكون بالريحان بعد ما اخلص الحمام بتاعي ويجفف بشرة كويس ممكن استخدمه بقطمة وامسح بيه بشرتي تينار عادي او ممكن احطوه في بخاخ زي كده بخاخ زي كده وارش ببشرتي واسيبها لغاية لما يجف رجا التانية هجيب هجيب دقيق الشفان او دقيق القرز او دقيق الدقيق القم وانخله كويس بعد كده هاخد معلقة او معلقة ونصف كبيرة او معلقتين حسب الكمية ان محتاجها وبعد كده ادوبهم ادوبهم في كوباية عشان ما يبقاش فيك التقطلات في الخليط البتاعي او ممكن نشط نشط درع من الهم الثلاث مكونات البتاعات اللي ممكن استخدامهم البتاعات اللي ممكن استخدامهم البتاعات اللي ممكن استخدامهم كنكة او اي وعاء افضل خليط فيهم وبعد كده هرفعوا عن نار المدة خمس دقائق ارفعوا عن نار واجه لكم تاني ادوبة اخد معايدة كتين وستي وبرد اخليه قوة مكريمة خفيف اخليه قوة مكريمة خفيفة درجة استخدامه هقصل وشي كويس من اي دهون بعد كده اجففه واعمل حمام بخار سواء بالنعناع اجيب شوية ورق نعناع او ريحان واسيبهم يغلو بعد كده اغطي وشي ابراصي بفوطة وبعد كده اسيب او وشي يرتاح شوية بعد كده هتطبق معاكم الوصفة هجيب فرشة او جطمة او اي حاجة وابتدي من الرجبة ابتداء من الرجبة زي كده اخذ الرجبة بعد كده اطلع الوجه بعد كده نفس الدريجة واسيبه واسيبه من مدة اربع ساعة ال تلت ساعة بعد كده اغسل الوجه بالماء الفاتر وبعد كده امسحه بمية الورد ده هيغنيك عن اي بوتوكس وهيغنيك عن اي ماسكات ده مية الورد بتاعتي جميل امسح به بعد ما استعمل الوصفة بتاعتي اكرر العملية دي مرتين في الاسبوع يارب الفيديو كنا لاعجبكم لاعجبكم الفيديو لايك اشتركوا لقناة فضلا وليس امرا واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله بركاته في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة